طلاب ميدل 1 أهلا بكم مع درس جديد من دروس الألجبرا النهاردة معدنا مع أخي بدرس من دروس الألجبرا في unit 2 درس المهاردة بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن Factorizing by Identifying HCF واحدة واحدة كده بروحه وحن نفعل مع بعض Factorizing حنعمل Factorize بيستخدم إيه بقى By Identifying HCF يعني HCF HCF يعني Highest Common Factor يعني إيه بقى Heist Common Factor أكتر حاجة متكررة أكتر Heist Common Factor يعني أكتر حاجة common متكررة في الفاكتورز ما بين النمبرز تعالوا نبدأ شرح الدرس ونشوف بيتكلم عن إيه ونفهم الفكرة بالظل يلا بينا Factorize each of the following by Identifying HCF عندنا 5A plus 5B أول حاجة لما يقولي Find HCF هدور على الحاجة اللي متكررة إيه اللي متكرر هنا؟ Number 5 صح ولا لأ؟ يبقى المتكرر بتاخده بره نطلعه بره نكعنسله من هنا ومن هنا ونكتبه بره بعدين نرجع نكتب two numbers من غيره إزاي؟ نحن قلنا مين اللي متكرر الفايف كتبنا الفايف بعدين ما طلعنا الكومن نمسك كل فاكتور فيه ونعمله divide 5 يعني حقول 5A divide 5 يبقى equal A 5B divide 5 equal B يبقى أنا شلت الفايف من هنا ومن هنا واخدتها common factor يبقى highest common factor هنا ك5 يلا نشوف إلا بعده عشان الفكرة توضح أكتر طيب السؤال التاني three x minus three y انتو أخدتوا بالكو إيه الحاجة اللي متكررة number three متكرر في الاتنين فأنا حاخده هو ده highest common factor يعني أكتر حاجة متكررة حكتب three وافتح خلاص حكتب ايه three وافتح وحط المينس دي زي ما هي بعد ما كانسلت three فضل من x minus y يبقى highest common factor هنا من three خلاص كده يلا بينا نشوف example كمان طيب هنا three x وجنبها bracket اسمه plus seven bracket a plus b مين اللي متكرر؟ أخدنا بالنا اللي متكرر هنا bracket كامل اللي متكرر هنا ايه bracket كامل طيب طالما اللي متكرر bracket كامل يبقى هنقول highest common factor هو a plus b صح؟ أخدنا برا نفتح bracket تاني ونعمل له cancel ونكتب اللي فضل هنا فضل كان three x three x وهنا فضل كان seven يبقى هو ده الأنصر لقيت اللي متكرر bracket كامل فكتبت bracket زي ما هو وعملت له cancel من هنا وكتبت اللي فضله في bracket طيب لو جالي سؤال وقال لي three x three x وهنا a minus b تمام minus two b minus a أول حاجة لو انا اخذت بالي عشان عايز اطلع على highest common factor ان ده a minus b البركت ده والبركت ده b minus a شبه بعض بس متشألي بي طب انا عايز اخده common factor لو انا عايز اخد ال a minus b common factor طيب هو ده متشألي بصح؟ علشان يتزبط ويرجع زي ما كان تعالوا نعملها كده تاني قبل ما نبدأ نحلها نقول احنا نعمل ايه نزبطها الاول عشان ما تطلق بطوش هخليه مشابه بعض يعني three x وده bracket جوه a minus b انا عايز اكمان اخلي ده a minus b علشان تخلي ده a minus b زي ما هو بتغير الساين اللي برا بتغير الساين اللي برا يعني انت بتزود عليها negative فتبقى negative و negative positive يعني انو هي كان positive هتخليها negative هتخليها positive فتبقى كده يبقى كده كإني ما عملتش حاجة خليت الثو براكتز زي وبعد حاخد مين بقى hcf common متكرر ال a minus b لما انا اخد a minus b بفضل ايه three x plus two ويبقى هو ده الانسور سهل جدا يلا نشوف اكزامبل كمان يلا بينا نحيل السؤال ده مين اللي متكرر البراكتز اللي اسمه ايه a plus three هناخد a plus three common factor هيفضل جوا ايه a plus b وهو ده الانسور يلا نشوف اكزامبل كمان مين هنا المتكرر ال x plus four x plus four يبقى ناخد x plus four common factor مين هيفضل جوا هيفضل x power two plus y power two ساقل الفكرة بقت واضحة وصحلة للنسبالكم ساقلوا نشوف كمان اكزامبل هنا مين اللي متكرر هنا five y وهنا ten ممكن محد يقول لي لا انا فيش حاجة متكرر طب هي مش ten عبارة عن two times five صح؟ يبقى ده متكرر مين هنا اخذ five برا من هنا ومن هنا يبقى فضل a y plus two two صح كده سهلة جدا يلا نشوف اكزامبل كمان طيب هنا d eight و d four الفور وال eight اول حاجة امسك الصغير فيه مين الصغير الفور لو نافع تعمل للنمبر اكتاني divide four يبقى الفور هي common factor لو عندك two numbers انت عايز تاخد منهم common factor اول حاجة بتجربها تتجرب تعمل الكبير divide الصغير eight divide four يمفع اوداني two يبقى من four هي common factor طب اللترز في حاجة متقرر على يبقى ال common factor هنا هو الفور هحط ال minus d عشان اعرف ايه اللي فضل لي جوه همسك الفيرست ترم اعمله divide cam four بعد اما اخذت منه four فضل cam eight divide four equal two وهنا y power three زي ما هي طيب الفور divide four one وال x power two ما هي طبعا ال one ممكن مكتبهوش يبقى هو ده الانسر طيب هنا five a b وهنا fifteen b c الففتين three times five تعالوا نشوف اللي متكرر five وهنا في five في حاجة متكررة في اللترز هنا في a b وهنا b c عادي يبقى في لتر متكرر او عادي يبقى من اللتر اللي متكرر الب تعالوا نفتح الراكت ونشوف هنقول five a b divide five b يفضل ال a fifteen b c divide five b equal three c وهو ده الانسر يلا ناخد اكزامبل كمان four a b power two minus seven b power three اولا ندي four و seven ما فيهومش coming factor خالص ننسى الموضوع ده ايه وهنا مفيش ايه هنا في b power two b power three طبعا عندي b power two b power three مين اللي ينفع يتاخد common factor بايخد الاصغر هو اللي ينفع اخده common factor فانا هيخد b power two common factor هيفضلي مين؟ هيفضلي four a minus seven لما اخدت من ال b power three b power two يبقى فضل b وهو ده ال a الانسر يلا بينا نبدأ السؤال ده fifteen a power three b minus five a power two b power two اول حاجة نبص على ال numbers ونشوف في حاجة متكررة هنا في 15 وهنا في five قلنا لو number big و number small ممكن نقرب اعمل divide ال small لو انا ما عرفتش حال بس انا عرفة ان 15 three times five و ده five يبقى اخد five common factor في a power two و a power three a power three و a power two احنا قلنا بناخد الاصغر في b و في b power two يبقى اخد الاصغر بعد اما طلعت ال highest common factor بالروحة كده حامسك ده كله اعمله ده لو انت بتعرفش تعملها هتعملها كده هتقول fifteen a power three b divide five a power two b fifteen divide five equal three a power three divide a power two equal a و b ب راحوا مع بعض طيب هنا برضو نفس الكلام لو انت حت لغبة هتقول لي five a power two b power two divide me five a power two b هي سهلا نقول five divide five equal one a power two divide a power two راحوا مع بعض و b power two divide b يفضل ال b او تعملهم كده تقول five divide five one و a power two e power two راحوا مع بعض b power two divide b equal b فيبقى هو ده الانسر انا حمسك اخدر عشان بس ما يبقاش في لغبة خلاص كده عرفنا سيب نجيب الانسر اسئلة سهلة قوضح يلا ناخد اكزامبل كمان مين ها الهيست كامل فاكتر هنا اولا الليترز ما فيهاش بس السيكس عبارة عن two times three والeight two times four دي two times six و دي two times four و دي two times five يبقى مين اللي تكرر eight two يبقى الهيست كامل فاكتر هنا مين eight two يلا بينا six a divide two يبقى three a eight b divide two يبقى four b طبعا positive زي هنا مينس ten divide two equal five c صعب السؤال ده هنا nine six و twelve بين انه هي الهيست كامل فاكتر هنا مين الهيست كامل فاكتر الثري طبعا الليتر فيه اما باور four و اما باور three و اما باور two بناخد اقل 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 ايه باور انا باور two انا باور three و انا باور four يبقى انا باور two و نكتب حط المينس وال بلاس يلا نعمل الفرس ده ده nine divide three equal three m power four divide m power two يبقى m power two n power two divide n power two راحو مع بعض six divide three equal two m power three divide m power two equal m n power three divide n يبقى n 12 divide three equal four m power two divide m power two راحو مع بعض n power four divide n power two equal n power two وهو ده الانسر وهو ده الهيست كمان فاكتر ناخد اقل 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 كمان يلا بين 15 a power three b power four 6 a power five b power three minus three a power two b power two النمبر اللي خدنا بلنا اللي مكرر حيب امين خلاص يبقى باعنا كده هنعرفه a power three و a power five و a power two بناخد اقل power و البردو ال b هناخد اقل ايه power اللي هو b power two هنفتح ونكتب الساين جوه ونبدأ كل كل ترم من دول هناخده نعمله divide من three a power two b power two لو انت بتلخبط قلنا هنعمل ايه هنكتبهم كده ونعمل كل واحد لوحد ونعمل كل واحد ايه لوح يالله بينا نبدأ fifteen divide three equal فايف نغير اللون علشان من لاخبطش fifteen divide three equal five a power three divide a power two equal a b power four divide b power two equal b power two six divide three equal a power five divide a power two a power three b power three divide b power two equal lb three divide three equal one a power two divide a power two راحوا مع بعض b power two divide b power two راحوا مع بعض وهو ده يبقى الانصر السؤال يدين صعب بس هو سهل جيدة يالله بينا ونكمل بقيد اللاسم مين اللي متكرر هنا اولا انا متأكدة ان البراكت متكرر بس ممكن يكون في حاجة تانية متكررة من الباق هنا twenty one b وهنا fourteen a اولا ال a وال b مختلفين يبقى انش بتكررين بس twenty one three seven بالروحة كده انا اخدت هنا common factor seven وده نعملهم cancel يبقى افضل مين two a يبقى افضل كان two a هنا اخدت seven واخدت ال x plus y يبقى افضل three b three a b وطبعا بينهم مينس وهو ده يبقى ال highest common factor يبقى ال highest common factor ممكن يبقى اكتر من حاجة a طبعا جدا تعالوا نشوف هنا مين ال highest common factor انا اخدت بالي ان ال bracket كله common factor اللي هو مين two x plus y بس نتأكد انها مفيش common factor eight في four وفي three وفي seven في common factor لا طب هنا m power two m وهنا مفيش number يبقى هذا ال common factor هنكتب الباقي كله زين وهو four m power two minus three m minus seven تمام يلا اللي بعده ال bracket هو ده اللي متكرر وال numbers مفيش حاجة متكررة فاقلي هو هو السؤال احنا نكررنه فخلاص يبقى حال لنا قبل كده يلا بينا كاننا بقى مختلف شوية بين numbers سهلة جدا يعني مين ال number المكرر 48 يبقى اخذ ال 48 common factor ده زي ال proper distribute multiplication over addition فاكرينو هناخذ المكرر 48 و 4080 يلا فضل 45 plus 55 هنا مين اللي متكرر is seven صح seven 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 يبقى مين اللي الفضل لما اخذ المكرر هيكدل 123 plus 35 minus 80 صعب الكلام ده سهل جدا يلا بينا نشوف الا بعد نفس الكلام هنا معمول على 256 power 2 ده معناها ان هي عبارة عن 256 times 256 يبقى كده اللي متكرر 256 اخدها common factor ويفضل 250 six minus 150 six خلاص يلا بينا السؤال اللي بعده six times one times fifteen power two وهنا كل اللي متكرر كان دلوقتي ال fifteen في حاجة تانية متكررة لا يبقى ناخد ال fifteen common factor هيفضل six times fifteen واحدة plus ال eighteen minus ال ا وكده يكون خلصنا ده الجزء ده يلا نكمل مع اسئلة ال complete ونحل الاسئلة هنا انا اخذ هو اخذ three a common factor هو اخذ three a common factor يبقى انا حعمل اخذ three a six times three equal two a power two divide a e لما بيسيب لي number برا براكد يبقى ده في common factor twelve divide three equal four a b divide a يبقى b هنا هيخذ هو ما اخذ هو اخذ common factor وما قليش عليه بس هو قال اللي اللي فضله a و b يعني هنا فضله بس يبقى هو اخذ مين اخذ b common factor صح عشان هي a power two تمام؟ هتأكد ازاي من هنا ان هو اخذ من هنا بي بس برا يبقى كوة كان اخذ common factor مينة مش هي b power two a وانا اضلي بي يبقى انا كده اللي اخذت common factor a b بقى اعرفنا common factor كام a b سهلة جدا تمام كده يلا بينا اللي بعده مين ال number اللي متكرر a minus b b minus a اه طب الراحة تعالى نحل على جنب احنا قلناها لما تبقى متبدلة هنعمل ايه هنقول three a minus b a b minus a عشان اش اقلبها بغير الساين برا هتبقى plus four a minus b مين اللي متكرر a minus b يبقى مين اللي فضل برا انا اخذت a minus b هو common factor يبقى three plus four seven اوه بس شكل السؤال مختلف فيخوف تمام؟ يبقى هنا الانسر كان seven سهلة جدا تعالوا نشوف السؤال اللي بعده مين اللي متكرر a plus l one a plus l one a plus l one و a plus l one يبقى فضل a minus y يبقى هنا x minus y يلا نخلص سؤال اللي بعده if a plus b equal three then five a plus five b بالروحة ايه دا؟ انا عارفة ان a plus b هي اللي بثري طب five a plus five b طب ما انا اخذ five بر اوه هتقول لي حبش هيجي بالي من انت شايف ان five متكرر اخذ five بره يبقى a plus b تمام؟ يبقى ال a b احنا قلنا كان بثري five times three equal fifteen five times three equal fifteen fifteen يلا بينا نسؤال number seven برضو دا نفس الكلام ممكن افكر فيها كده هقول ايه seven متكرر ايبقى seven واخد x minus y كل دا equal cam twenty one واشوف هو عايز ايه اصلا هو عايز x minus y هو عايز x minus y هعمله كأني بقى محتاج اجيب زي الإكويجن يبقى اخلص من مين طالما انا عايز اجيب x minus y يبقى اخلص من seven تروح الناحية التانية هي twenty one جيب seven هنا بال times تروح الناحية التانية بال divide يبقى x minus y equal twenty one divide seven equal l three طيب بنشوف اللي بعدها two x plus y equal seven و a plus b equal three تعالوا نحل دي نمسح بس حاجة عشان نعرف نحله هنا طيب السؤال دا بقى بيقول ايه انا عايز بالروح مش فاهم هو عايزي طب انا حا بقى حل السؤال وظبط فيه لو انا اخد بلنا هنا a plus b common فاكتوري وفضل كان جوا two x plus ال one ال a plus b بال three times two x plus y equal seven صح كده؟ يبقى هو دا الانسور هنقول a plus b equal three equal can a plus b equal three times خلاص هنا اخدنا common factor a plus ال b اخدنا a plus b common factor فضلنا مين؟ فضلنا two x plus y يلا تعالوا نعوض عنها بال numbers انا مسحناها عشان احنا اللي خبطنا فيها كده هنشوف a plus b كان three two bracket معمولين times بعض يبقى بينهم علامة times وهنا two x plus y مثل الجهد بقى seven يبقى three times seven equal twenty one ويبقى الانسور في الاخر بقى twenty one دي من الاسئلة المهمة جدا very important يلا نشوف الاسئلة ثاني وهنا اخر نوع من الاسئلة هنا common factor three and nine يبقى ناخد three و x and x power two بناخد الاقل ونفتح ال bracket يلا three x divide three x equal one nine divide three equal three x power two two divide x هو دل ايه الانسور يبقى هويه طيب هنا اخد seven common factor يبقى هيفضل ايه x power two وهنا اخد seven يبقى هيفضل two y power two صعبة دي؟ سهلة جدا يلا لبعديها هو اخد common factor وفضل له two x y فضل two و x و y وهو اخد من الفور two وال x كانت x power two باخد x وال y كانت y power two باخد two x y common factor سهلة جدا هنا هناخد mean common factor seventy five و نفضل بمباعي 75 plus twenty five هنا 75 تفضل زي ما هي و اللي جواه براكت احله فهتبقى 75 plus 25 equal one hundred فيبقى الانسور seven thousand five hundred في حاجة عايزة ارجع اقول هالكو تاني الاسئلة اللي هي دي تمام احنا كده بس طلعت the highest common factor هنا انا طلعت the highest common factor بس لكن هو find the result انت بعد اما بتطلع the highest common factor بتحل لجوا مع بعض بتحل لجوا مع بعض وبتعمل two answers times يعني احنا كده بس بنقف عند الخطوة دي لما يقولي the highest common factor لكن لو هو بيديه لي سؤال عادي انا بكمل هعمل كل دول على calculator هعمل دول بقى على calculator اجابة واللي يطلع لي هعمله times تمام يلا بينا هنا eight plus eight power two هو يبقى عبارة عن eight لو انا اخدت common factor eight يبقى فضل one plus eight power two يفضل منها eight يبقى عبارة عن eight times nine صحي كده بس مش عارفه مش مش موجودة هو في الانسورز اكيد السؤال ده نوقس حقيقة فالسؤال ده نوقس حقيقة مش خليه مش هنحله تمام يلا بينا نحل الله بعده الهيست common factor هنا مين تعالوا بالرحة ندور عن هايست common factor ال 12 وال eight ال 12 كان في كان ممكن ترقى three times four ممكن اخذ ممكن واحد يقول لي two طب هو بيقول لي اسمه هايست common factor يعني اكتر حاجة اتكرر لي ال 12 وال 8 اكتر حاجة متكرر ما بينهم مين هي four x power three x power two يبقى x power two y power four y power three بقى y power three هو عايز الهيست common factor يعني اكتر حاجة متكررة هو ده وكده نكون خلصنا درسنا النهاردة استنونا مع درس جديد مع اول دروس unit three see you next video bye